وفي الميدان السوري تواصلت الاجتباكات في جنوب العاصمة بالتزامن مع قصف المركز من القوات النظامية في غضون ذلك جدد الاعلام السوري توجيه انتقادات إلى الوفد الدولي الأخضر أو الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي واتهمه بأنه وسيط مزيف وغير قادر على حل الأزمة وأشارت الصحف إلى أن الموفد الدولي أكد لرئيس السوري أن تركيا وقطر لن توقف دعمهما المجموعات الإرهابية معتبرة أن مهمة الإبراهيمي لا جدوى منها في هذه الحالة على صعيد ثاني وصلت طائرة مساعدات إنسانية قطرية للاجئين سوريين في مخيم الزعتر في الأردن تحتوي على أكثر من 45 طن من المواد الغذائية والمساعدات العينية